يقال أيضا أنها كانت تلقب بلقب الصديقة الصغرى الصغرى مقابل الكبرى الكبرى هي فاطمة الصديقة الكبرى والصديقة مبالغة في الصدق في القول والفعل الصدق من السمات البارزة الطيبة في الإنسان ذي المبادئ والمثل والقيم العالية هذه السيدة الجليلة أيضا كان يطلق عليها أم كلثوم هناك بعض الآراء قيل النبي سماها أم كلثوم وهو اسم آخر لأنها كانت تشبه أم كلثوم على الرأي الذي يقول أن اللبي صلى الله عليه وآله وسلم له بنت اسمها أم كلثوم كانت زينب عليها السلام تشبهها فضلا عن هذا وذاك هذه السيدة الجليلة زينب عليها السلام كانت ملقبة بالعقيلة والعقيلة هي السيدة الكريمة الشريفة وكانت كريمة في قومها وفي أسرتها وفي المجتمع الإسلامي ترجمة نانسي قنقر